موسيقى أقرت الحكومة اللبنانية سلسلة إصلاحات واسعة سعيا منها لتهديئة احتجاجات عارمة خرجت للشوارع في جميع أنحاء البلاد قوال خمسة أيام للمطالبة بتنحي الحكومة لكن تلك الحزمة من الإصلاحات التي كشف عنها رئيس الوزراء سعد الحريري لم تنى الرضا المحتجين الذين ردوا عليها بمواصلة حراكهم حتى تحقيق كامل مطالبهم هذه الإجراءات مشيت منها بالموازنة التي أقرأناها اليوم ومنها إجراءات أخذناها من خارج الموازنة سأذكر بعضها واحد الموازنة بعجز 0.6 وما فيها أي ضرائب جديدة أو إضافية على الناس 2. القطاع المصرفي ومصرف لبنان بيساهموا بخفض العجز 5.100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمن زيادة الضريبة على أرباح المصارف 3. خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين 4. خفض موازنات مجلس الماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70% 5. خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء 6. إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية 7. إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية 8 مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا هنا أريد أن أقول أيضا 9. 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم لا يكون صوتكم هو وحده يلي بيقرر فأنا سعد الحريري شخصيا معكم بهالمطلب من موقع مسؤوليتي يلي عملته بمجلس الوزراء اليوم خطوة أولى مين ما كان بالمسؤولية ما عنده خيار إلا يعملها لكن لازم تعرفوا أنه يلي عملتوه أنتو كسر كل الحواجز وهز كل الأحزاب والطيارات والقيادات وأهم حاجز إن كسر هو حاجز الولاء الطائفي الأعمى أنتو رجعتوا الهوية الوطنية اللبنانية لما كانها الصحيح فوق أي هوية طائفية أو مذهبية أريد أن أقول الكلمة للشباب والصبايا ولجميع اللبنانيين يلي عم يعبروا عن غضبهم ويطالبوا بكرمتهم وحقهم بالسرع هذه الخرارات يلي أخذناها اليوم يمكن ما بتحقق بمطالبكم لكن الأكيد أنها بتحقق يلي أنا عم طالب فيه من سنتين من يوم تشكيل الحكومة كخطوة أولى لنبلش بالحلول يعني لنبلش بتحقيق بعض مطالبكم وهذه الخرارات مش معمولة للمقايضة يعني مش لأطلب منكم تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب هذا قرار أنتو بتاخدوه وما حدا بيعطيكم مهلي ولازم تتأكدوا أني ما بسمع لحدا يهددكم أو يحاول يخوفكم والدولة واجبها تحميكم وتحمي تعبيركم السلمي عن مطالبكم المحقة معنا الآن من بيروت رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السانيورة دولة الرئيس مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار دعني أسألك وأنت الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق ومعروف بأنك ضليع في كل هذه الأمور وسياسات الاقتصادية هذه الحزمة لا شك أنها حزمة جذرية بكل المقاييس بغض النظر تلبي مطالب الشارع أم لا تلبي مطالب الشارع ولكن السؤال الحقيقة هنا كيف تفطق هذا الذهن الاقتصادي خلال 72 ساعة عن مثل هذه الحزمة ولم يقم بتقديم مثل هذه المقترحات على مدى الشهور والسنوات الماضية شوف مهند أول شيء أن هذه حزمة جيدة نعم جيدة فيها عديد من المسائل التي كانت مطلوبة في السابق وبالتالي جرى الآن إقرارها من قبل هذه الحكومة أما بالنسبة للعجز فجأة انخفض من 11.5% إلى 0.6% هذا طبيعي ناتج عن شغلتين شغلي أولى هي تخفيض بعض الإنفاق ولكن بشكل أساسي هو ناتج عن المبالغ التي سيقوم بتزديدها مصرف لبنان اللي هو هذا عجز عجز تتحمله مصرف لبنان جزء من الدول اللبنانية وأيضا جزء آخر بسيط ستتحمله المصارف التجارية وهو لسنة واحدة وبالتالي هذا الأمر لا يعطي المنظور اللازم للمستقبل طبيعي هذا الأمر فيه مشكلتين كبار واحد أنه هذا مش مستمر وبالتالي بالحاجة إلى إيجاد مسار يؤكد على استمرار الانخفاض في العجز وبالتالي أيضا أنه يفتقد إلى مسألة النمو الاقتصادي فالحقيقة أن هذه الإجراءات لا تؤدي إلى أي نمو اقتصادي ودعني هنا أحاول أن أسلط الضوء على هذه المشكلة وبالتالي ما حصل خلال الأيام القديدة الماضية أن هذه المشكلة هي واحدة من المخاطر الأساسية التي يشكو منها لبنان هناك ثلاث مخاطر الأساسية الاقتصاد والمالية الخطاب الشعبوي والطائفي والمذهبي المستشري في البلاد الذي بدأ يأكل من رصيد الدولة ومن قواعدها الأساسية والثالث هو قذف لبنان على ممر الأفيال الأقليمية والدولية بحيث أنه يؤدي إلى المس بصوابية وسلامة السياسة الخارجية للبنان بالنسبة للموضوع الاقتصادي أن لبنان بقاله 8 سنوات لا يستطيع أن يعمل أي نمو اقتصادي أكثر من 1% وفي معظم الأحيان بالنائس عنده عجز في الموازنة والخزينة كبير ومتزايد وعنده عجز كبير أيضا ومتزايد في ميزان المدفوعات وليش هذا الميزان المدفوعات عم يصير لأنه هناك خلل في التوازن الخارجي للسياسة الخارجية للبنان بحيث أصبح لبنان في حالة عداء أو يناصب أسواقه الطبيعية ببلاد العربية العداء وبالتالي هذا الأمر عم يؤدي إلى إشكالية طويلة كبيرة وبتأدي في النهاية لا يتحقق النمو ولا يتحقق أيضا الفائض في ميزان المدفوعات الذي يستطيع أن يمول احتياجات لبنان المالية من القطع الأجنبي وهذا هو ما يعانيه اليوم بغض النظر عن تقييمنا لهذه الحزمة وهي من وجهة نظر الكثيرين حزمة جيدة جدا ولكن ربما في الأوضاع الطبيعية الآن واضح أن هناك شارع خطاه أسرع بكثير من خطى الحكومة وواضح اليوم كان رد الفعل بعد الإعلان عن هذه الخطوة بأن الشارع غير راضي ولا يكتفي بهذه الإجراءات التي تم عرضها عليه ما العمل الآن؟ طيب هذا أفضل ما يمكن للحكومة أن تقدمه الشارع رفض ذلك أنا باعتقادي بسرعة جوابات برقية على هذا الأمر أنه كان يفترض الآن التقدم على ثلاث مسارات بدفعة واحدة المسار الأول هو أن تصبح الحكومة في حالة انعقاد مستمرة لإعطاء نوع من الجدية اثنين أن يصبح البالمان في حالة انعقاد مستمرة ثلاثة أن يبدأ التحضير لحكومة جديدة حكومة جديدة بأعضاء أقل وأشخاص يلي هم يكونوا غير منتمين للأحزاب السياسية وضالعين أيضا في سياسة التقاسم الخطيرة التي أصبحنا فيها وأيضا أن يكونوا من الخبراء بحيث يستطيع الرئيس الحريري أن يترأس مثل هذه الحكومة ومن ثم يمكن أن تعطي الصدمة الإيجابية دعني أقول لك ماذا حصل هلالا الأيام الأربعة الماضية هناك أربع أشياء أساسية حصلت واحد بأن لبنان كله لم يعد مقسما إلى ساحات مثل ما كان بالماضي ساحة 14 أدار وساحة 8 أدار بل أصبح لبنان ساحة ممتدة من شماله إلى جنوبه غادروا الناس الذين كانوا يدفعوا دفعا إلى أن يكونوا أسرى مربعاتهم المذهبية والطائفية والميليشيوية أصبحوا ذهبوا إلى أن يكونوا في مربعهم الوطني الأمر الثاني أن في فئة من اللبنانيين التي كانت فعليا مختطفة من قبل حزب الله وحرقة أمل استطاعت هذه المجموعة أو قسم منها أن يعبر عن رأيه بوضاحة ويعبر عن وجعه وأيضا غضبه في هذا الشأن وبالتالي هذا الأمر في منتهى الأهمية لاستعادة النسيج الوطني اللبناني الأمر الثالث الواقع الحقيقي أن هذه المظاهرات كشفت وهن الحكومة وكشفت أيضا انخفاض في شعبية العهد ورئيسه وبالتالي أصبح هناك حاجة لاستخلاص الدروس من ذلك وأنا أعتقد أن من أهم الدروس التي ينبغي أن يستخلصها هو فخامة رئيس الجمهورية بأن يعود لكي يصبح رئيسا للجمهورية رئيس الجمهورية في لبنان هو الشخص الوحيد الذي يحلف على الدستور وهو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يحتضن جميع اللبنانيين ويصبح بذلك ملاذا لجميع اللبنانيين وهو الذي يستطيع أن يؤمن الوحدة بين اللبنانيين ليس على الشكل الذي اختطته حزبه وهو الطيران الوطن الحر ورئيس حزبه الوزير جبران بسين بأنه أثار النعرات الطائفية والمذهبية وبالتالي أدى إلى هذا الوضع الذي أصبحنا عليه طيب دولة الرئيس هناك واضح أنه انخفاض في شعبية العهد كما أشرت ولكن هناك انخفاض في شعبية الجميع من حكومة من برلمان من أحزاب من شخصيات سياسية من نظام المشكلة ليست في العهد لوحده هناك مشكلة في العهد كلهم يعني كلهم بالضبط كما يقول الشعار المشهور فما العمل في مثل هذه الحالة الثقة انعدمت تقريبا بين الشارع وبين الساسة في لبنان مهما أطلقوا من وعود الشارع لا يستجيب هنا المشكلة هذا هو جوهر المشكلة وللبدء باستعادة الثقة وليس من خلال الوعود وليس من خلال التصريحات إنه من خلال الأفعال وأنا أعني بذلك أن هناك حاجة لصدمة إيجابية صدمة إيجابية تبدأ بتأليف حكومة جديدة مصغرة من أشخاص غير ملوثين بالمشكلات المشكلات السياسية الطائفية الميليشيوية وبالتالي همهم وولاءهم الأساسي يجب أن يكون الوطن المشكلة في أننا خلال هذه الفترة كان هناك التشاطر والتسابق بين الأحزاب الطائفية والمذابية على اكتساب شعبوية متدنية أو رخيصة من المواطنين بحيث أن ذلك كان يتم على أساس علاقة زبائنية مع المواطنين ومن خلال اقتسام مغانم الدولة هذا الأمر الطبيعي الذي كفر به اللبنانيون وأرادوا من خلال ذلك أن يعبروا عن غضبهم بأنهم يريدون أمرا آخر يريدون حكومة جديدة ويريدون تصرفا جديدا من قبل رئيس الجمهورية لكي يستعيد دوره الذي يقول عنه الدستور ما نطلبه هو العودة إلى احترام اتفاق الطائف والعودة إلى احترام الدستور والعودة إلى احترام سلطة الدولة وهيبتها على جميع الأراضي اللبنانية واحترام حيادية الدولة وحيادية القضاء أيضا واحترام الكفاءة والجدارة في تسلم المسؤوليات لم يعد هناك المهم في تسلم المسؤوليات كفاءة من تعطى له هذه المهمات المهم الآن هو ولائه ولائه الذي يوظفه وولائه الذي يحميه هذه هي جوهر المشكلة هناك انحسار كامل للثقة ما بين المواطنين وما بين الدولة وما بين المواطنين والمجتمع السياسي كيفية الخروج من ذلك نحن بحاجة إلى صدمة إيجابية قوية جدا وسريعة جدا قبل أن تفلت الأمور ويصبح حتى ذلك متعذرا طيب دولة الرئيس يعني أنت تعرف الرئيس سعد الحريري ربما أكثر من أي شخص آخر عملت إلى جانبه لفترة طويلة وتعرف الضغوط الموجودة عليه هل يملك الرئيس الحريري اليوم خيار تقديم استقالته ويقول أنا انحزت للشارع والشباب والصبايا ولن أقبل بالمضي في هذه الشراكة أنا أعتقد أنه اليوم وبخلالها اليومين الماضين الشعب عطى رسالة واضحة لسعد الحريري وقال له أنه هذا الأمر ما بيمشي وهذا ما ممكن النتيجة المطلوبة وبالتالي هيدا الرسالة إذا بدنا نفهم عليها بدنا نفهمها من هون وانطبأها على ذلك الأساس وأنا أعتقد أن بإمكان الرئيس الحريري أن يقم بما ينبغي عليه أن يقوم به في هذا الاتجاه لأن اللبنانيون لم يتوحدوا يوما كما توحدوا اليوم وبالتالي هناك يعني فرصة غير غير مسبوقة ولا يمكن أن تتكرر فهنا كيف يمكن اقتناص هذه الفرصة لمصطحة الوطن ولمصطحة اللبنانيين طيب دولة الرئيس يعني في الفترة الماضية خلال الأيام الماضية سمعنا خطاب تهديدي وصف البعض بأنه تهديدي إذا استمرت هذا الحراك الشعبي فإن هذا قد يؤدي إلى تداعيات دعنا أكون صريحة معك سمعنا هذا الخطاب في كلام السيد حسن نصر الله الأخير والبعض اعتبروا تهديدا لهذا الحراك الشعبي إلى أي مدى تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وما الذي يمكن أن ينتج عنه من تداعيات برأيك في الفترة القادمة يعني أنا بأعتقد أن هذا الأمر طبيعي هذا الكلام وبرنة الصوت فيها تهديد وفيها تهويل هل لا السؤال الحقيقة أنه هل ينصع الإنسان للتهديد والتهويل أم ينصع لما يقوله اللبنانيون حتما أنا بأعتقد من مصلحة حتى الحزب أنه هو ينصع إلى رأي الناس لأنه الحزب اليوم سمع كلاما غير مسلوقا من جماعته وبالتالي كمان هو يجب أن يكون مدركا وحساسا لما يريده مواطنوه كل المواطنين اللبنانيين ليس فقط من يلوذون بحزب الله أو بحركة أمل فقط كل اللبنانيين كل اللبنانيين يشعرون بعظم المشكلة وأهمية التفتيش عن حلول حقيقية تأخذهم على الطريق الصحيح على أساس البوصل الصحيحة التي تأخذ مصلحة لبنان واللبنانيين بعين الاعتبار وتضع لبنان على مسار الاستدامة لأن هذا المسار الذي نحن فيه لا يحقق لنا الاستدامة لا الاستدامة بالاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي ولا حتى أيضا الاستقرار الأمني والسياسي والوطني هذه هي الفرصة المتاحة اليوم التي يجب أن ينظر إليها كل مواطن لبناني ولسيما تحديدا كل المسؤولين ليعرفوا أن مستوى الثقة قد انحسر إلى الصفر بالدولة اللبنانية وبالحكومات اللبنانية وبالعهد وأيضا بما يسمى الطبقة السياسية في لبنان هذه هي الفرصة الوحيدة التي يجب أن يصار إلى انتهازها والعمل على عدم تفويتها شكرا جزيلا لك دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق كان معنا مباشرة من بيروت شكرا جزيلا لك